تلاحقت صفقات البيعة في العملات المشفرة ليكون الثابت الوحيد في عملة البيتكوين الهبوط ثم الهبوط مع خسارة أشهر العملات الرقمية وأكبر أصولها أكثر من 12% من قيمتها في جلسة الجمعة منخفضة إلى أقل من 36 ألف دولار لتسجل أدنى مستوى لها منذ شهر جوانا الماضية نزيف نرى كما من خسائر أشهر العملات الرقمية لتزيد عن 45% عن ذروة ارتفاعها المسجل في نوفمبر الماضية تتعرض بيتكوين لأضرار بسبب موجة من مشاعر تجنب المخاطرة ومن يريد دلائل إضافية عليه أن يراقب الأسواق التقليدية إن الخوف والقلق واضح وملموس وسط المستثمرين البيتكوين لم يكن الخاسر الوحيد في نزيف العملات الافتراضية فعملة إيثريوم وعملات الميم أيضا غارقة في مستنقعات مماثلة فنيار البيتكوين من ذروته محما يزيد على 600 مليار دولار من قيمتها السوقية مع خسارة أكثر من تريليون دولار من إجمال سوق العملات المشفرة في أكبر تدور من قيمة البيتكوين وإجمال سوق العملات المشفرة المقاومة بالدولار في تاريخها في الوقت نفسه أغلق أكثر من 239 ألف متعامل مراكزهم الاستثمارية في ظرف 24 ساعة الماضية وقد بلغ إجمال تسييل المحافظ نحو 874 مليار دولار أمريكية نكسة لسوق تدولات العملات الرقمية تأتي مع عزم بنك الاحتياط الفيدرالي سحب برامج التحفيز من الأسواق نوايا هزت من توجهات سوق الأسهم والأصول المشفرة لتثفي مزيدا من الغموض على أسواق تعيش أصلا على وقع تقلبات غير مسبوقة بفعل جائحة كورونا ومتحوراتها شكرا شكرا